كثير من الناس اللي عندهم تقوص في الصاقين بيجو لهم بمرور الوقت خشونة في الربا وكثير من الناس اللي عندهم خشونة في ركبهم رجلهم بتقوص لما الخشونة بتزيد فهل الخشونة هي سبب التقوص ولا العكس؟ أهلا بيكو أنا الدكتور هشام عبدالباي استشارج راحة العظام والمفاصل في جامعة نانشمس الشخص الطبيعي اللي ما عندهش تقوص في رجله لما بيقف على رجله الجزء الأكبر من وزنه بينزل على الجهة الداخلية للربا وجزء أقل بينزل على الجهة الخارجية عشان كده أغلب حالات خشونة الربا اللي بتحصل مع تقدم العمر وزيادة الوزن بتبتدي على الجهة الداخلية للربا وتبتدي الغضريف اللي موجود على الناحية دي تتأكل وترفع في حين أن الغضريف اللي موجود على الجهة الخارجية بتدنها سليمة زي ما هي بدرجة كبيرة وبسبب فرق سمك الغضريف ما بين الناحية الداخلية والخارجية يبتدي يحصل تقوص في الرجل وينتج عن التقوص ده أن التحميل يزيد أكتر على الناحية الداخلية اللي هي أصلا متأكلة وتستمر الدايرة المغلقة دي لحد ما يحصل خشونة جديدة في المفصل ونتطر نركب مفصل صناعي علشان نضيع القلم ونهدل التقوص طيب الكلام ده في الشخص اللي أصلا كانت رجله ما فيهاش تقوص وما للشخص اللي أصلا عنده تقوص ولسه شاب بيحصل له إيه التقوص ده طبعا بيخلي نسبة أكتر من الوزن تنزل على الجزء الداخلي للأوروبا وبالتالي بتعجل بدخول المريض في الدايرة المغلقة اللي هي أن التقوص بيزود الحمل على الجهة الداخلية فالغضريف اللي فيها بتتأكل وبالتالي التقوص يزيد وهكذا وعشان كده لو فيه شاب عنده تقوص ملحوظ في الساقين من الأفضل أنه يعجل بتصليح التقوص ده قبل ما الغضريف تبتدي تتأكل إذن الخشونة بتؤدي لحدوث التقوص والتقوص للأسف بيزود نسبة خدوص الخشونة مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية